السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسيوني في تصريحات صحفية اليوم لقد أصابتهم الشيزوفرينيا الإنسانية وظهرت أعراض الطائفية الدينية عندهم بوضوح فهم إنسانيون لأبعد الحدود مع حقوق غير المسلمين بل ومع الحيوانات والغير آدميين وأصنام معدوم الإنسانية والضمير مع قتل وتشريد وانتهاك أعراض المسلمين في أي مكان عبر السنين دشن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج انقذ مسلم بورما يستنكرون فيه التعدي على المسلمين في إقليم أركان الواقع تحت احتلال الحكومة البرمية قال الدكتور طاهر فرحات رئيس المؤتمر العام لاتحاد الروهينجيا أركان إن ما يحدث من جرائم كبرى يرتكبها الجيش ضد الأقليات المسلمة في ميانمار تحتاج لوقوف المجتمع الدولي بجانب مسلم الروهينجيا مناشدا حكومات العالم الإسلامي للتحرك في هذا الصدد أعلن وزير خارجية نيوزيلندا جيري براونلي اليوم الخميس أن بلاده ستساهم في حل الأزمة الإنسانية في إقليم أركان بميانمار عبر إرسال مساعدات بقيمة واحد ونصف مليون دولار أكدت وكالة أسسيشيتد بريس أن حرائق جريدة اندلعت اليوم الخميس في منازل مسلمي الروهينجيا بميانمار ووجدت صفحات ممزقة من النصوص الإسلامية التي تركت على الأرض أكدت رابطة العالم الإسلامي أن ما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في بورما من اعتداءات وحشية وإبادة جماعية على مرأة ومسمع من الجميع يعد وصما في جبين الإنسانية ونعيا على قيمها الأخلاقية ونظامها الدولي وأن هذا الفصل التاريخي المكلق في السجل الإنساني والأممي سيكون شاهدا على حجم التخاذل لإيقاف مجازر معينة لجرائم الحقد والكراهية التي انسلخت من طبيعتها البشرية إلى صور وحشية مروعة تصدرها للعالم مصحوبة بالصلف والتحدي أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض عن مقتل تسع أشخاص بينهم خمس عناصر من جبهة تحرير الشام النصرة سابقا في غارة جوية لطائرة بدون طيار بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد شنت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي المختلفة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة في العديد من أحياء وبلدات وضواحي المدينة المقدسة طالت أربعة عشر مواطنا فلسطينيا أقدم جندي إسرائيلي على الانتحار بإطلاق النار على نفسه في قاعلته العسكرية بمنطقة الشمال أعلن رئيس مجلس قضاء مدينة عنه بمحافظة الأنبار عبد الكريم العاني اليوم الخميس عن إصابة سبع مدنيين جراء قصف لطائرات مجهولة استهدف مصرف الرافدين وسط القضاء أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة عن أن 6500 حاج سيعودون اليوم الخميس على 26 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط الجوية السعودية من الأراضي المقدسة ضمن الجسر الجوية الذي تنظمه الشركتان منذ أمس الأربعاء قالت شبكة روسيا اليوم أن السفير الإسرائيلي لدى القاهرة ديفيد جوفرين عاد أمس الأربعاء إلى العاصمة المصرية لممارسة مهام عمله صرح السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 1896 بتاريخ 27-08-2017 بتشكيل اللجنة الوطنية المصرية للحوكمة برئاسته وعضوية 19 شخصية عامة يمثلون كافة قطاعات المجتمع المصري وذلك في إطار عضوية جمهورية مصر العربية في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وهي آلية أنشئت تحت مضلة الاتحاد الأفريقي وتعنى بتعزيز الحكم الرشيد في القارة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القرارة الجمهورية رقم 1950 لسنة 2017 بإنشاء كلية الإعلام بجامعة المنوفية لتكون الأولى في دلتا مصر قررت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة اليوم الخميس بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع وعودت المفصولين إلى عملهم مرة أخرى عقبت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة المنعاقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بسيدة زينب برئاسة المستشار جمال علي عبدالله المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية عن حماية الأراضي بوزارة الزراعة والمتهم الثالث مسعد محمود بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه في القضية رقم 2763 أبدقي لسنة 2016 المعروفة برشوة وزارة الزراعة كما قررت المحكمة بإعفاء المتهم الثاني محمود أبو العز والمتهم الرابع أبو العز إبراهيم من العقوبة قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه سيتم البدء يوم الأحد السبع عشر من سبتمبر إجراء امتحان المجموعة الثانية من الواعظات من خلال امتحان مركزي بمسجد النور لنحو 2300 متقدمة للعمل كواعظة أوضح بيان صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن إجمالية قيمة حركة التجارة الخارجية لمصر بلغت 737 مليار جنيه مع دول العالم خلال عام 2015 بدأت اليوم الخميس الحكومة المصرية في تفعيل ضريبة القيمة المضافة على عملاء الإنترنت الأرضي المقدرة بـ 14% وتحسب الضريبة على الخدمة ويتحملها المستهلك النهائي رفعت شركات المحمول الثلاث أسعار المكالمات الدولية حيث تم رفع أقل سعر للدقيقة إلى 3 جنيهات بدلا من جنيهين وأخترت شركات العملاء عبر رسائل النصية القصيرة بالقرار ذلك بعد حصولها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يغلق مكتب تنسيق الجامعات الحكومية أعماله مساء اليوم بعدما أتم مهمته على مدى شهرين متتاليين داخل المقر الرئيس بمدينة طلاب جامعة القاهرة فضلا عن المكاتب الفرعية هذا العام قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لتعليم الفني إن مدرسة الضبعة ستعد أول مدرسة تعليم فني للطاقة النووية السلمية في مصر وفي العالم العربي وإن معيير اختيار الطلاب لن تقل عن طلاب الكلية الحربية ليحصل الخريج على فرصة عمل في محطة الضبعة النووية تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب من سلسلة المنهى لروي الشيخ أحمد نصر واحة الذكر الشيخ سعيد صابر ذم الكسل والحث على الجد في العلم والعمل ثلاثة من سلسلة ذم الكسل وعلاجه الشيخ إهاب الشريف وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع من سلسلة الإجماع الشيخ هيثم توفيق تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي مجاهلة النفس بكثرة السجود خمسة كتبه علاء بكر انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته